أولى للطالبة إرى بعناية قرار اللجنة قالت اللجنة الأولمبية مبارح بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 71 لـ 2016 وعلى المثاق الأولمبي والمعايير الدولية وعلى القرار رقم 2 لسنة 2020 الصادر في شأن لقاحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية وعلى القرار رقم كذا الصادر في شأن لقاحة النظام الأساسي للنادي لال وعلى المذكرة الصادرة من السيد المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي قرر واحد ينفذ الرأي الوارد بمذكرة الرد على التظلم المقدم من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية للسيد المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخاب مجلس إدارة النادي ما تحطي تحت دي خطين هو بيرجع التظلم لمين لرئيس النادي الأهلي لمين للجنة القضائية الأشرافة التي أشرافت واستند في نفس الوقت على المذكرة الصادرة من السيد المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات في شأن تظالم مقدم رئيس مجلس الدارة على خطاب السيد المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وعدين حتى لك في الآخر من مقتضيات الصالح العام تكتشف أن كل اللي فات ده كان من الممكن بديهيا نتعمل من أول هو ده القرار اللي يظهر في أول لحظة لأنه في الآخر استند على رأي مين وعلى مذكرة مين اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات اللي قالت أن الأستاذ العامري فاروق حصل على أكثر من 25% من عدد الأصوات الصحيحة ثم اعتمدت اللجنة الأولمبية ما كان معتمدا وهو تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ونائب الرئيس الأستاذ العامري فاروق وأمين السندوق الأستاذ خالد مرتجي ثم أعضاء مجلس الإدارة بالانتخاب الأستاذة محمد الضماطي وحسام غالي ومحمد زكريا سراج وطاري أنديل ومحمد الغزاوي ودكتور محمد شاوي ودكتور مهند مجدي وتحت السن الأستاذ محمد الجرحي والأستاذة مي عاطف فيه تعليق للأستاذ محمد الضماطي على الفيسبوك الآن نستطيع أن نفرح بنتيجة انتخابات المجلس اكتمل المجلس وحيكتمع في بداية الأسبوع القادم بكامل هيئته بعد صدور هذا القرار ويشكل بقى المكتب التنفيذي اللي بيوضح أن الأمر من الأول على رأيك تأكيد مؤكد وتوضيح الواضح واعتماد المعتمد يعني الجمعية العمومية اعتمدت ويريد ده يكون بداية التأكيد على دور الجمعية العمومية يا جماعة في القانون وفي اللايحة الجمعية صاحبة الولاية الحقيقية الكاملة للنادي بتأكد تخبات المختصة الوزارة واللجان المختصة مسؤوليتها مرأبة ومتابعة سلامة الإجراءات وبالتالي انت لما بتلاقي فيه خطأ في تنفيذ إجراءاتك المنصوصة عليها في اللايحتك بيكون التدخل حماية للنصوص الموجودة في اللايح وليس بالتغول على سلطة الجمعية العمومية فنتمنى أن هذه الواقعة مهما كانت فيها من أمر غير قانوني لأن القانون قال كده المحكمة قالت كده لو كان فيه متسع من الوقت وقارينا حيثيات الحكم الصادر في أكتر من عشرين ورع تقريبا من محكمة القضاء الإدارة هتقوله على أنه المحكمة بتعظم دور الجمعية وبتؤكد على ما جاء فيه صحيح القانون قرار اللجنة الإنمبية لم يقشر إيه لقرار المحكمة ما هو مش عايز يعتد به كويس يبقى إذن أنت عتدت بتفسير جديد لللجنة القضاء المشرفة بتأشيرتها ده كان موجود كان موجود من الأول يعني نتمنى أن يصدل السطر على هذه الأمور وأن احنا ما ندخلش الدنيا في ديلمة التفسيرات المختلفة المختلف عليها بشكل يعني مش عايز أقول شخصي ما أنا مش فاهم المشكلة بدايتها إيه لكن ما كان أغنانا عن هذا الخلق وهذا الالتباس والحمد لله أنه انتعى على خير وفي النهاية لابد أن أشكر الجهات سواء الوزارة أو اللجنة الإنمبية أن العودة إلى السليم العودة إلى السليم ما فيش مكابرة ودي عجبتني جدا يعني مش عشان أثبت وجهة نظري بقى أدخلك كان ممكن يبقى فيه إجراءات تعرقل التنفيذ ولكن الحمد لله أن صوت الحكمة تغلب في النهاية والحق نتمنى لمجلس إدارة النادي أولا نتمنى للوزارة واللجنة الإنمبية كل التوفيق في إدارة شؤون الرياضة المصرية نتمنى للنادي الآلي بقى مجلسه وشيل الليلة وهو شايلها وينطلق بمنطار قوة بشكل راسخ ألف مبروك للجمعية العمومية للنادي الآلي قبل ما تكون التهنية للأستاذ العمري فاروق أو لأعضاء النادي أو لمجلس الإدارة في اكتمال تشكيله القانونة عشان يبدأ ممارسة مهمه لكن التهنية المستحقة هي للجمعية العمومية لأن الجمعية العمومية هي اللي ضربت هذا المثل الرائع في وضع ليحة نظام أساسي منضبطة ومسؤولة خلت النادي يسير بقانون واضح جدا وحتى لما بيختلف على بند من بنود وبتروح المحكمة المحكمة بتنصف اللايحة